محافظة البصرة يجدون من إقامته حقا كفله لهم الدستور العراقي والذي يعتبر الضامن الأساس لثروات إقليمهم المتمثلة بالنفط والمنافذ الحدودية وغيرها رئيس مجلس محافظة البصرة بالوكالة وليد قيطان قال خلال مؤتمر صحفي إن المجلس عقد الاثنين جلسة استثنائية لمناقشة مطالب المتظاهرين وأن 15 عضوا قدموا خلال الجلسة طلبا إلى رئاسة المجلس من أجل تحويل البصرة إلى إقليم وأن الطلب سيسلم إلى الحكومة المركزية لأخذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة القيطان أوضح أن الدستور العراقي ينص على أن يقدم ثلث أعضاء مجلس المحافظة طلبا لإنشاء الإقليم مشيرا إلى أنه جمع أكثر من هذا العدد ويأتي التلويح بتحويل البصرة إلى إقليم كورقة يتخذها مجلس المحافظة ضد الحكومة المركزية في بغداد للضغط عليها لتنفيذ مطالب المتظاهرين منذ أكثر من أسبوعين وكان وزير الاتصالات العراقي حسن الراشد قال إن تحويل البصرة إقليما يعتبر مشروعا مهما لكنه يتطلب إرادة سياسية ويبدو أن مجلس محافظة البصرة بات ينظر إلى تجسيد حلم الأمس بتحويل البصرة إلى إقليم بأنه الحل الأمثل أمام إهمال النظام السابق وما تبعه من حكومات متعاقبة لهم ترجمة نانسي قنقر